من جانبي قال ناطق جماعة الحوثي محمد عبد السلام أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بأنه لا يمكن التنازل على المطالب التي وصفها بالشعبية وأوضح عبد السلام في منشور على صفحته بالفيسبوك أوضح أن الحوثي طلب عبر بن عمر الأطراف الدولية من عدم القلق منهم وفي ذات الوقت عدم تدخل في الشؤون الداخلية وأشار عبد السلام نقلا عن الحوثي بأنهم مستمرون فيما سمها بمطالبهم الثورية الشعبية حتى تحقيق أهدافها اشتركوا في القناة